مروان لعيب كويس اتصاب لو نفتكر الصليبي ورجع امكاناته كويسة لكن في نفس الوقت هو يعني اخد فرص كتير قوي واللعب مع الاهل كتير قوي ومع المنتخب كتير بس برضو البصمة اللي هو اللي ممكن يعملها ونفتكروا بيها قليلة لكن هو بطلع بماغه كويس لكن برضو يعني يعني لسه البصمة مش عارف يسيب بصمة نفتكرها كويس اوه هل هو ممكن يكون على راداري البدري ولا الامور بعدتها من وجهة نظري بعيدة شوية اولويات ميل البدري من وجهة نظرك آآ مصطفى طبعا مصطفى محمد واعتقد آآ دلوقتي احمد حسن كوكا مم دخل في الصورة برضو وآآ يعني اعتقد الدول الفرودين الاسيين يعني اللي هو آآ انبوكس يعني آآ بعدها ابص لآ احمد ياسر ومحمد شريف وهو حسام حسن طيب مفيش حد جي المنتخب غير ما جيب غاب احمد حسن كوكا صحيح ومفيش حد يختلف انه لعيد كويس انت قلت مروان بصمته قليلة اه احمد بقى كميته في الحتة دي صعب صعبة اه السر طب انا هقولك حاجة انت فاكر آآ ميدو ميدو كان بيبقى متكسر الدنيا برا في انجلترا لو ستيكر طبعا يجي مع المنتخب الناس تقول ما ينفعش مع المنتخب مصر لو تتفكر زمان يعني احنا كنا مع بعض في المنتخب بس طبعا يعني ده كلام مش مظبوط يعني لكن آآ برا الكروسات كتير قوي آآ ويميدو في الحتة دي في في الثمنتاشر زي احمد حسن في الثمنتاشر زي مصطفى محمد في الثمنتاشر ففاللعب برا بيختلف قوي انت مش مطالب آآ ان انت تطلع برا الصندوق كتير كافر وتبرا لو هتطلع بيبقى في حدود الكروس اللي قدام الثمنتاشر لكن ما تتطرفش مين ولا شمال احنا عندنا في مصر انت لازم تجري هنا وتجري هنا وتجري هنا وتروح الكلام ده كله فآآ ازا كان احمد حسن كوكا ومصطفى محمد دولت يعني اه في الثمنتاشر انبوكس في الثمنتاشر ما اتطرفوش كتير آآ فاحمد حسن مش محظوظ عندنا هنا مع انه يعني احنا شايفين تأثيره برا مش كده فرود كويس لكن برضو مش قادر ياخد برضو البصمة بتاعته زي زي مروان